كان جزء من الحماس عندي بالنقله أنه أول شيء من أجهزتي القديمة أخذتها معي كل شيء طلبته جديد يمكن هذا وصل صورته أذكر أول ما وصل كان قبل ما ننقل بيوم ولا يوم النقلة نسيت صراحة دخلت موقعهم وطلبت كل شيء كده قلت زي اللي نزاله لم غرفة مكاجه الجديدة المهمة طلبتها كان بدون كود أنا واجهة بس عادي ما تحسفت لأنه كنت لقيت البينك عشان كده عجلت في الطلب بصراحة الآن أعطوني كودهم فأبثل لكم معا شوي بس البينك واو وطلبت اللابيل ستريتنر بعد لقيتها وردي وأخذتها وطلبت اللابيل كيرلي هم يسمونها الكيرلي بس صراحة أنا يعطيني فكت الويفي بدتني أخذ المقاس 25 فيسوي كده شعري ويفي مرة وطلبت هذا سوي لي كده كأنها ريترو ترابون شعر المطعج هذا الريترو يعني إذا عندك سهرة بالليل إذا ما يجب أن تشارك لأنه تسوينا بدون ما تشارك هو أصلا يعطيك كده حائل منكوشة شوي حلوة تسريحة حلوة حلوة حتى على البحر مرة حلوة فأخذت تقريبا كل شيء أخذت هنا بعد هذه الشنطة الصغيرة اللي فيها كل أنواع التسريح اللي بتسوينها هذه الحلوة أخذت تقريبا كل شيء طبعا متحممة وشعرها بسم الله عليها بنلعب فيه لعب دعونا نرى ما يخرج منها أخذت تقريبا تأخذ العقل صدق صدق تستاعل حتى لو أني شاريتها بدون أي كويت المهم الجميل في فراشة أخذت تقريبا كل شيء من الجذور مع أنه شعرها شعرتها خفيفة يعني وناعمة بس بتسوي لنا فراشة عشان أصلا كيف أن الفرشة صايرة كذا زي استنى ومعاها فرشة وعريضة فتعطيكي مرة مرة فوريكم عجسة بالفرشة بالذات هنا بالمقدمة اقلبوها كذا فترة كذا أبو خمس ثواني طبعا أنا صراحة لعبتي الفير أموت عليه ينا صدق أحس دايما بالذات إنه أصلا مرة سهل ومشاء الله تبارك الله حرارتها مرة عالية فخلاص ما ياخذ وقت وبنفس الوقت يعني أحس إنه يغير من شيء شكل الطلة سبحان الله الوي في هذا لين النهاية أسويها بعدين أبدأ ألفها أبعدها شوي عن الجذور وعشان يعطيك هيدا لك الطبيعي بدين أسحبها كذا على تحت يا سلام مبوريكم شلون التكنيك بالنسبة لي صراحة كذا أمسك الخصلة لين النهاية بعدين أبدأ ألفها طيب وما أوصلها للجذور عشان كذا يعطيني من فوق شوي يعطيناها ما أحد يبدأ يصير اللفلفة من فوق 1 2 3 لا تبدونها من الجذور بس أنتم شايفين شلون سريع ما شاء الله تبارك الرحمن أعدوا معي 1 2 3 4 5 ونفكها مع أن شعر المودل مرة ناعم يعني صعب يمسك الجهاز أصلاً ربعة هذا رقم 25 بلا أنتم تطلبوني وإنك تطلبوني ونفكها ونفكها أحسابوني من بداية إلى الحين كم دقيقة كم دقيقة كمنا أربعة دقيقة واحد ثلاثة أربعة خمسة ستبعة وثمانية وتسعة وعشرة 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 تشوفوا معي بنات النتيجة هذا اللي أكسد أنا أن يكون كده ويفز وويفز طبيعية ما يكون كده الشعرة ناشفة واقفة لا تبارك حتى يكثر من الشعر من شكل الشعر يعطيك إحاء إنه ما شاء الله غزير لا تطولين على الخصلة أكثر من خمس ست ثواني وفكيها ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن الفين مقاس ٢٥ نحفظو يا بنات واللبيل برش عشان تعطينا فوليوم من فوق لأن شعرها بسم الله عليها ناعم وطايح فكان لازم البرش الكبيرة تعطينا الفوليوم شكرا